إلى الملف الفلسطيني حيث طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات بموقف رافض لقرار الاحتلال تصنيف أكبر ست منظمات حقوقية فلسطينية منظمات إرهابية. وعقدت منظمة الحق الفلسطينية إحدى المنظمات الست مؤتمرا صحفيا اليوم نددت فيه بقرار الاحتلال وطلبت المجتمع الدولي بالضغط لإلغائه. فضح أن عملنا مع المحكمة الجنائية الدولية لم ينتهي على الإطلاق. وجزء من ما يتعرض له اليوم المجتمع المدني وتحديدا هذه المنظمات هي بسبب عملها مع الجنائية الدولية وفضحها للممارسات الإسرائيلية وتحديدا في مجالات عملها. خلينا نذكر أن هذه المؤسسات أيضا تشتغل بفضح الجرائم ضد الأطفال والنساء تحديدا. وهي مسألة تأخذ طابع اهتمام عالمي على مستوى الأمم المتحدة على مستوى مجلس الأمن. وكذلك على مستوى الجنائية الدولية هناك اهتمام خاص تحديدا في الجرائم تجاه الأطفال. ولذلك عندما نرى المستهدفين من هذه الحملة نرى التأثير تبعهم على المستوى الدولي. يعني جزء مما يحصل له علاقة في مجلس الأمن وتسجيل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قوائم السوداء المتعلقة في المنتهكين لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة. ونحن نعمل مع الشركاء في المجتمع المدني على مدار سنوات لتثبيت ذلك ولإرسال التقارير. وهم كانوا ميدانيين ويحضروا التقارير بتفاصيلها ويفصلوا هذا. لذلك ما يتعرض له اليوم من هجوم مبرمج وعمره سنوات مرة ثانية بننكرر. عدا عن الاتجاه العام للاحتلال في استهداف كل من يحاول نقل الحقيقة من كونت فولت برندوت لهلأ. هذه سياسة منهجة تتبعها إسرائيل وما ستغيرها. تريد إسكات كل الأصوات التي تسعى لفضح جرائمها وكل ما ترتكب من جرائم اتجاه الشعب الفلسطيني. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس برر تصنيف المنظمات الست كتنظمات إرهابية بدعوة تبعيتها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقالت الخارجية الأمريكية إنها ستتواصل مع إسرائيل بشأن تصنيف هذه المنظمات الست منظمات إرهابية. وقد دانت النائبة الديمقراطية بيتي ماكولوم القرار الإسرائيلي. وقالت في بيان إن هذا الإجراء يهدف إلى إسكات مؤيدي الحقوق الفلسطينية. كما يعاد الديمقراطية ويخالف القيم المتوقعة من حليف للولايات المتحدة. وانتقدت النائبة الديمقراطية إلهان عمر القرار. وقالت إن تصنيف المنظمات غير الحكومية الفعالة على أنها إرهابية. يهدف إلى التهرب من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. وإهانة لكل من يريد السلام. للحديث حول هذا الموضوع بعانا عبر الإنترنت. ميرام الله المحامية صحر فرانسيس. مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. وهي إحدى المنظمات الفلسطينية الست. التي صنفتها سلطات الاحتلال على أنها من المنظمات الإرهابية. أهلا وسهلا بك أستاذة صحر. كيف تلقيتم هذا القرار؟ مساء الخير. طبعا المؤسسات استتوى من ضمنها الضمير. لم تتسلم أي قرار خطي رسمي من قبل سلطات الاحتلال. ولكن سمعنا عن هذا القرار من خلال الإعلام. من وسائل الإعلام وما تناقلته. كما سمعوا جميع الأفراد أو المؤسسات الأخرى. أجل ولكن مقصته في السؤال. كيف وجدتم هذا القرار؟ ما هو انتقاداتكم لحوة؟ ما هي تدعيات هذا القرار بالنسبة إليكم؟ طبعا هذا القرار عاري عن الصحة ونحن نؤكد ونشدد أن لا أساس لا قانوني ولا وقائعي وحقائق تستطيع أن تقدم دولة الاحتلال في أي محكمة نزيهة لإثبات مثل هذه الادعاءات. وإنما الخلفية لهذا القرار هي خلفية سياسية وهي استهداف لكافة المجتمع المدني الفلسطيني وليس فقط لهذه المؤسسات الست. وهذا نتاج لحملة وصم وتشويه لكافة العمل الحقوقي الفلسطيني منذ عدة سنوات. وهو ليس بالأمر الحديث توج الآن بإصدار قرار من قبل وزير الحرب الإسرائيلي بعد أن فشلت كافة المحاولات السابقة في إخراس الصوت الحقوقي الفلسطيني بفضح جرائم الاحتلال والجرائم ضد الإنسانية. خاصة على صعيد المستوى الدولي واستخدام الأدوات الدولية كمحكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان وكافة أدوات الأمم المتحدة. كيف ستتعاطون الآن مع هذا القرار؟ طبعا المؤسسات الحقوقية أعلنت موقفها اليوم أنها لم تردخ لهذا القرار ولن تبطل عملها اليومي المهم جدا في تقديم المساعدة العينية إن كان الحقوقية أو في قضايا النساء والأطفال والمزارعين على الأرض. وسنواصل هذا العمل نعول على المساندة المحلية والدولية من قبل كافة المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الدولية التي تتعاطى مع عمل هذه المؤسسات بشكل يومي وتعرف هذه المؤسسات منذ عقود وتثق بعمل هذه المؤسسات وكلنا أمل أن يكون فعلا هناك ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لإنهاء هذا القرار وإبطال هذا القرار. هل هناك من خيارات أمامكم لمواجهته عدا عن الاعتماد على الضغط الذي يمكن أن تشكله منظمات حقوق الإنسان الدولية؟ طبعا هناك المسار القانوني محليا ودوليا الذي نتباحث فيه حاليا حتى نستطيع أن نحدد ما هي الاستراتيجيات القانونية التي سنقوم باتخاذها إن كان محليا وإن كان على المستوى الدولي. طيب أستاذة صحر بعض هذه المؤسسات التي صنفت على أنها إرهابية من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالفعل تعمل منذ أكثر من عشرين عاما. كيف تنظرين إلى توقيت هذا القرار؟ لهذا قلت في مداخلتي هو قرار سياسي بحث. هذه المؤسسات مثلا مؤسسة الحقية من المؤسسات الرائدة ليس فقط في الأرض الفلسطينية المحتلة ولكن في العالم العربي أسست في سبعينيات القرن الماضي وهي تعمل منذ أكثر من أربعين عام. لماذا الآن يتم الإعلان عن هذه المؤسسة كمؤسسة إرهابية؟ هذا كل يتعلق في الإنجازات والعمل الذي قامت به هذه المؤسسات في السنوات الأخيرة تحديدا على مستوى الإنجازات مع محكمة الجنايات الدولية مع مواضيع مثلا تغيير أو الإعلان عن القائمة السوداء في مجلس حقوق الإنسان الشركات المتورطة في الاحتلال والاستثمار في الاحتلال. ونجاحات أخرى طبعا هي ما يقود دولة الاحتلال لاتخاذ هذه الخطوات حاليا. عندما تقولين بأن هذا القرار له خلفية سياسية. إذن ما أبرز التدعيات الاقتصادية والسياسية وحتى الإنسانية التي تخشون مواجهتها جراء هذا القرار؟ طبعا بالأساس هذا القرار سينعكس على المجتمع الفلسطيني والفئات التي نساندها مثلا الأسرى السياسيين الفلسطينيين الأطفال الأسرى النساء الفلسطينيات معظم برامج هذه المؤسسات هي تقديم عون قانوني ومساندة نفسية ومجتمعية لهذه الفئات سيكون هناك تأثير على هذه البرامج ونخشى أن يكون هناك أيضا خطوات مثل اعتقالات أو إغلاق مقار بشكل فعلي على الأرض وطبعا الهدف هو أيضا استهداف المؤسسات الدولية التي تعمل بالشراكة مع المؤسسات المحلية مثل المؤسسات الدولية المانحة أو المؤسسات الدولية الحقوقية كمنظمة العفو الدولية ومؤسسات أخرى شكرا جزيلا لك ميرا مالا المحامية صحر فرانسيس مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسر وحقوق الإنسان